بسم الله الرحمن الرحيم أحب أرحب بحضراتكو ونعيد على الجميع كل سنة حضراتكو طيبين بناسبة عيات شام النسيم تحياتي لإخوة الأباط في مصر وخارجها يمكن أحبيت أتواصل مع حضراتكو بشكل مختلف شكل ودي أو أكثر طبيعية من الصور الأخرى علشان في أسئلة كتيرة قوي حقيقة بتجلنا وفي أسئلة كتيرة على مواقع التواصل وإشعاعات كثيرة جدا يمكن حبيت أشرح بعض الأمور اللي قد تلقي الدوء على كثير من هذه المشاكل أنا بس عاوز أشرك حضراتكو في فلسفة ما أنا فعله في التعليم المصري تعليم المصري طبعا في آخر 3-4 سنين نتغير تغيير جزري وكبير ويمكن ظروف فادتنا فإن إحنا نوصل لنتائج في زمن أقل من اللي كان مستهدف كمان وبموارد أقل من اللي كانت مستهدف فلسفة الموضوع كله تتلخص في شيء بسيط إن التعليم هو رحلة بيأتمن أولياء الأمور الوزارة على أبنائهم إنها تخدهم في هذه الرحلة من أول كي جي وان أو رياض الأطفال حتى آخر مراحل التعليم قبل الجماعي اللي هي الصرف الثاني عشر بحيث يبقى عندهم مجموعة معينة من المهارات فالفكرة كلها في نظرنا إنها رحلة تعليمية ومفروض إن لو إحنا شاطرين أو بنعمل شغلنا مظبوط رحلة دي تكون بلا توتر وبلا مشاكل وبلا تكلفة بما إن دستور قال التعليم مجاني وبجودة عالية عشان نطلع أولاد يستطيعوا إنهم يكملوا في التعليم الجماعي لو حبوا أو يمارسوا المهن اللي يريدوها وينفسوا في مصر وبرا مصر عشان نعمل ده إحنا عملنا منظومة التعليم الجديدة اللي هي ابتدت من تيزي وان ومشي دلوقتي لحد الصف التالي اللي ابتدائي ومناهج الصف التالت خلصت إن شاء الله تطبق على الولاد لما يطلعوا تالتة ابتدائية في سبتمبر الجاية فده هياخد وقته لأنه بيتبني من تحت الفوق وطبعا أولياء الأمور عارفين اللي أولادهم هناك بياخدوا مناهج متعبدات تخصصات ولغات وأشياء أخرى جميلة والفكرة في هذا النظام الجديد اللي بنستبدل به النظام التاريخي أو القديم هو إن إحنا مهتمين ديهم مهارات حياتية مش بس معرفية يعني فيه حاجات عن احترام الآخر وعن التنوع وعن العمل الجماعي وعن بناء الشخصية وعن أخلاقيات بجانب الأمور المعرفية طبعا ده عشان بياخد وقت ما قدرناش نمشي به لكل السنوات ولكن في السنوات الأخرى وإحنا بنتكلم النهاردة وساعدتنا الظروف الأخيرة اتغير أسلوب التقييم إلى الأفضل الحقيقة من أول كي جي وان لحد الصف الثاني السنوي يعني المجموعة اللي بتاخد نظام التعليم الجديد ما عندهاش اختبارات تقليدية بل بتقيم على عملها أثناء السنة وده هيفضل ماشي معهم لحد نهاية الثالثة بتدقي السنوات الحالية اللي على المناج القديم من الثالثة بتدقي لحد الثالثة أدادي اخترنا نظام التقييم المتناسب مع الوضع الحالي اللي بنحمي فيه صحة الولاد بأن احنا ما نحاول ما نخرجهمش من البيت وانتقلنا من الامتحان الكلاسيكي اللي هو كان بيئيس قدر كبير من الحفظ والاستعادة في لجان في خلال أوقات محددة المواد محددة إلى نظام تقييم بالاعتماد على ما يسمى المشروعات وده طبعا معتمد في العالم كله وهو ليس صعبا ولا أي حاجة وهنتكلم عليه أكتر من كده إنما ده الحقيقة هو النظام أفضل كتير بيطلع مواهب الأولاد بيساعدهم على اكتساب مهارات ما كدش ممكن يكتسبوها بالطرق التقليدي في المرحلة السنوية نظام التقييم برضو مختلف بيئيس مهارات الفاهم فاهم نواتج التعلم لأنه زي ما اتفقنا احنا بالنسبة لنا الانتقال من سنة الأخرى يقتضي إن الطالب يكون حصل على ما يؤهلك لهذا من نواتج التعلم مش من الدرجات احنا موضوع الدرجات لو تاخدوا بالكو الحديث عن الدرجات وعن السقوط والنجاح وكده استبدلنا بأشياء أخرى احنا شايفين إن دي رحلة طبيعي إن الطالب يبتدي بنبتدي نديله من أول تيجي وان ما لا يعلمه وبالتالي من الطبيعي جدا إنه يغلط وإن إحنا نصلح له الغلط ده دور التعليم دور المعلم الغلط مش عيب ولا عاوزين نقول على واحد خايب ولا واحد شاطر ولا نعمل معهم نستخدم هذه اللغة القديمة إحنا بنحاول نعلمهم إيه اللي غلطه فيه عشان المرة اللي جاية يبقى النتيجة أحسن مش فكرة الكمال من أول أولى ابتدائي وتانية ابتدائي وتالتة ابتدائي لا دي رحلة رحلة بنتقدم فيها بنشوف نقاط ضعفهم فين وبنشتغل عليها عشان كده لما بنيجي نعرض النتيجة ما بقناش نستخدم درجات زي زمان بقناش نستخدم روشتة عاوزين نقوله أنت كنت كويس في كده ومحتاج تشتغل نفسك في كده مش عاوزين نحبته مش عاوزين نرهبه مش عاوزين نحسسهم بضغط عشان يحبوا العلم ويحبوا المعرفة ويحبوا المدرسة ده الفلسفة العامة اللي بنحاول نحط فيها تفاصيل كتير ولكن محورها إن رحلة التعليم مش هدفها ورقة ولا شهادة خادعة أخدها بأي تمن ولكن ولا هي منافسة إن أنا أتفخر على جراني ولا أي حاجة خالص هي فكرة إن أنا أنظر لابني كيف يتقدم من شهر لشهر ومن سنة لسنة وأساعده على كده محبطوش ومقنبوش على الغلط أقنبوا على الإهمال ممكن أشجعوا على احتمال المسئولية إنما تعليميا لازم نشجعهم إنهم يكونوا أفضل ونساعدهم ونتبين مشاكلهم فيه لو جينا الموضوع المشروعات اللي هو أثار ضجة الحقيقة غير متناسبة مع الموضوع أحب بس أكرر مع إننا كتبنا كتير الحقيقة في هذا الموضوع إنه الموضوع أبسط بكثير جدا مما يتداوله الناس إحنا أولا في الفترة اللي إحنا فيها الوزارة قدمت الكثير جدا من الحلول في الفترة الأخيرة بناء على استثمارات سابقة إحنا قدمنا في حوالي شهر مكتبة رقمية زاخرة بالمصادر العلمية أشكال والوان من أول كي جي وان لحد آخر سنة السنة الثانية عشر ده مشروع لوحده ودخل عليه لحد النهاردة أكتر من ستين مليون مشاهدة وده يقول إن مصر بخير وإن أولادنا عندهم شهية التعلم وقادرين عليه ده رغم كل ما يقال إن الأرقام ما بتجذبش ثانيا في المرحلة الثانوية الامتحانات الإلكترونية بتشتغل من البيت وبتشتغل في الجمهورية كلها وجربناها في أولى سنوي وقافر امتحانين يوم الثلاثة والأربعة الجايين ده بيتقدم إليه حوالي ستمائة ألف في الأسبوع الماضي وفي مايه إن شاء الله هيبقى مليون ومتين ألف مجموعة طلبة أولى وتاني سنوي المشروعات تم إعدادها بشكل متدرج عمريا وعشان نحسم القضية المشروع هو البديل لامتحان الترم التاني اللي كان بيتعمل زمان في لجنة بمرقبين في المدرسة والمشروع أبسط من الامتحان بكتير لأنه متاح إن الواحد يعمله ومش في ساعتين يعمله في أربعة أو خمس أسابيع ومتاح أيضاً يعمله في بيته ويعمله مع أهله ومع أصحابه واقترحنا إنه في مجموعات كمان يعمله مع أصحابه والكتاب في إيده والمراجع في إيده والمنصة وكتاب المدرسة وكل حاجة فأعتقد ما فيش أكتر من كده في إن إحنا نسهل على الناس الموضوع لو هناخده باختصار شديد من غير أي فازلكة هو ليس إلا موضوع إنشاء موضوع تعبير طوله صفحتين ثلاثة أربعة بس ما هواش مشروع تخرج من الدكتوراه ده مشروع بنعلم الطفل إحنا كل اللي مستهدفينه هنا هو الطفل ومش عاودين أي حد يعمله له ولو الأهل يعني إيده بتاكله نفسه يساعده يحاول يحاول يسيبه يعتمد على نفسه ويديت فكرة إحنا مش جايين نمتحنه في الحالة دي إحنا جايين نشوف نقط ضعفه ونقط قوته نجح في إيه؟ متأثر في إيه؟ عشان نساعده المرة الجاية مش عشان نسقطه الفكرة إن نشوف الولد مهتم بيبزل الجهد بيحاول بيشترك مع أصحابه بيعرف يحدد الأدوار بيحاول يكتب حتى لو في أخطاء بيحاول ينشي على عناصر بنعلمه منهجية معينة معمولة للصف الثالث الابتدائي بما يتناسب مع العمر وعشان كده طلبين منه حاجة تيجي في صفحة أو في صفحة ونص حاجة بسيطة جدا والحاجة دي لا تستدعي كل هذا الجدل على الإطلاق نتخيل إن إحنا مطلوب مننا مضوع إنش يعني إذا كان الطالب نفسه قادر إن هو يحل الامتحان اللي كان في اللجنة اللي كان فيه مرأبين مش عافية من دي إحنا عاملينه مش لكل مادة عاملينه مشروع واحد للسنة كلها مش أسهل من كده لما يجي لنا بقى طلب بلاش دا كله طب يعني إحنا كده بنقول مش عاوديين تقييم بقى لو ما فيش تقييم ما نقدرش نتأكد إن الطالب عنده ما يؤهيله للسنة اللي بعدها فالوضع كالآتي المشروع هو أبصر محاولة من الدولة للتخفيف والتسهيل وكل اللي أنا قلته لا يعني إنه مطلوب بالضرورة يبقى عندي كمبيوتر وتكنولوجيا وإنترنت كما يتحجج من لا يريده عمل المشروع أو كما يخيل إليهم أو الناس بتقولهم إحنا قلنا اللي عنده كتاب المدرسة وورقة فلوسكاب يعملوا برضه التعلم مش مرتبط بده لو عنده تكنولوجي هتساعده أكتر وده شيء لطيف إنما لو عنده ورقة وعنده كتاب وقلم وقصاص يقدر يكتبه وهنجد وسيلة هنقولها في واحد مايو يسلمها لنا ببساطة طب بالتالي تعالوا نشيل حت التكنولوجيا وأنا مش قادر والناس بتضحك عليها والسايبر والفلاشة والكلام ده كله لأن ده مش لب القضايا احنا بنقول اعمل المشروع بالأدوات المتاحة إليك الأسئلة الكتير قوي التفصيلية ما لهاش لازمة احنا حددنا عدد الكلام في المقدمة وفي عناصر الموضوع وفي المراجع ما هواش قرآن زادت نقصة الكلمتين ثلاثة مش حكاية القالب اللي حطناه ده للاهتداء بي وليس قرآن ولكن الالتزام بي بيعلمهم شكل معين هيكل معين هو نفسه جزء من التجربة ولكن انا ممكن ابص فيه وقلده على ورقة فلوسكاب مش لازم حتى اجيبه من الكمبيوتر المنصة اللي احنا عملينها مفيدة لو نقدم نوصل اليها مقدرناش مش لازم وبالتالي ليست عفبة في سبيل المشروع الناس اللي كانت عندها توجس من علاقة بعض معلمي الفصول بتقييم هذه المشروعات احنا عملنا لهم اللي طلبوا وتم اعداد المشروعات من الوزارة وليس معلم الفصل وتصلحها هيتم من او تقييمها من معلمين ليسوا معلمين الفصل وبالتالي ما يبقاش في حاجة اسمها اصل الناس بتبتزنا وبتدفعنا خلوس لا الناس مش بتبتزنا احنا اللي بنروح لهم في فرق كبير بين ان انا اروح له وبين هو بيبتزني فاحنا بنقول يا جماعة احنا سمحنا بكل شيء ينتفي معا فكرة ان حد بيبتزني اي حد بيقول الكلام ده كلامه مش تقيق انت اللي رحت له واحنا قلنا لك ما تروحلوش ولو انت مليونير ما تروحش تدفع فلوس لحد يعمل لك المشروع لأسباب كثيرة جدا لان لما انا بشتري لابني المشروع انا مش بس حرمته من فكرة التعلم وحرمت الوزارة من انها تقيمه وتعرف نقض ضعفه عشان تساعده انت كمان اديته درس ان الغش حلال وانه انت ممكن تاخد الحاجة من غير ما تتعب واعتقد ان الدرس ده مش تربوي والدرس ده مش هيخلق مواطن صالح فكرة اننا اخد النجاح بلا تعلم وبلا تقييم برضو مش تربوية وماعتقدش ان احنا من لقق ان احنا نطلبها اصلا عيب عيب نقول كده نقول كده ازاي هل في الوزارة هتدي شهادة بالكذب ان واحد متأهل وهو مش متأهل هل الناس بتطلبنا او بعض الناس بتطلبنا هل ترتدوا هذا طيب اذا كنا بنتكلم على تكافؤ الفرص والعدالة وهي كلمات تستخدم كفزعة في كثير من النقاشات هو تكافؤ الفرص يبقى فين لما نوازي اللي اجتهد بالغش واللي تعب باللي سرق هل دي عدالة هل نبقى صح لو عملنا كده ماعتقدش فكرة التحايل على كل شيء واي شيء احنا اللي بنعلمها للولاد فاحنا بنقول اذا كنا احنا وزارة تربية والتعليم ففي جزء من الموضوع يا جماعة تربية التربية ان انا علم الولد يتحمل المسئولية جزء جدير انه يحاول وجزء كبير انه يدور وده اللي احنا بنقيمه عليه مش بنديله نمر بس بنشوف قدراته ومفروض ان تصحيح او تقييم المشروعات مش هيبقى في صورة نمرة ونجاحه ونجاحه وسقوته بتاع لا خالص احنا هنديكو هندي الاولياء الامور رشدته هنقول له ابنك محتاج وشاطر قوي في كده بيكتب كويس بيتكلم كويس بيعرض كويس بس مفتقد مثلا بعض المهارات في اللغة الاجنبية او في اللغة العربية هنطعب شوية مع السنة الجاية في كذا معلم الصف السنة اللي بعدها هيبص في التقرير ده ويتابع مع الولاد على اساسه ده المذهب الجديد ففكرة انه يعمل المشروع هم جدا لنموه التعليمي مش مسألة انه يطلع للصف التاني فكرة تحمل المسئولية الالتزام بالقواعد اللي مخلي دولة زي اليابان بنقول عليها كوكب تاني هو مش كوكب تاني هو كوكب مجتهد وملتزم وامين وعشان كده بقى شكله كده انما ماينفعش ان احنا كاولياء امور بعض اولياء الامور يدوروا على حد يديهم مشروع باي تمن من اي شخص عشان نخلص ماهو هنا لازم نسأل نفسنا بقى في الحالة دي واحنا فعلا جايين نتعلم جايين نعلم الولاد ولا جايين ناخد شهادة فقط طبعا قلنا الكلام ده بس النهاردة لحظة فارقة كأننا حطينا مراية على المشكلة المطالبة بعد كل ما قدمته الدولة من مكتبة رقمية ومشروعات وامتحانات الكترونية وقصرت المنهج لحد 15 مارس وسمحت بامتحان في البيوت وسمحت بامتحان مع الزملاء وقدت الرقم النهائي لمن يقدم المشروع في الاعدادية هل ممكن ندي حاجة اكتر من كده لما اطلع بالطلب اللي بعده واقول ما تيجوا ما نعملش الابحاث خالص طيب احنا جماعة الابحاث زي ما قلناها بالزبط وهي بسيطة جدا ولا علاقة لها بالتكنولوجيا اللي معها تكنولوجيا اهلا وسهلا اللي ما معهوش نحاول نتحاله في الاشهر القادمة وإلى هذا الحين يستطيع انه يستخدم وراء وقلم رصاص وكتاب المدرسة اذا بعد كل ده بالنسبة لنا بذل الجهد بالطالب في هذا المشروع هو كل ما نطلبه منكم وليس الكمال بنطلب ان نسيب الولاد ونشوف مستوى وياريت لو يعملوا مع اصدقائه لان العمل الجماعي جزء من اللي احنا عاوزينه يتعلمه ليش جماعي مع بابا وماما جماعي مع ناس في سنه لو وجهناهم وسبناهم مع بعض هو ده بالزبط اللي احنا طلبينه وهو شيء يسير جدا ملايين من الطلاب على فكرة خلصوه في يومين وفي ثلاثة وبالتالي كل ما يشاع عن الصعوبة والتكنولوجيا والولاد ما تقدرش ده تعطيل لشيء جيد جدا ومفيد جدا للولاد احنا بالنسبة لنا عشان نبقى كلنا عارفين تقديم هذا المشروع بشكل مناسب شرط للانتقال الى السنة الاجبر من يمتنع عن هذا هيتطر يدخل دور تاني لان القانون بيقول النجاح بمجموع درجات الترم الاولاني والتاني فاذا امتنع او غش او نقش هذا المشروع او راح اشتراه هيعتبر غير مقبول وبالتالي هيخش دور تاني عشان ينتقل الى الصف الاعلى واعتقد ان احنا عندنا مساحة زمنية نعمل ده ونوفر على نفسنا كل هذا الجهد ونوفر على نفسنا الفلوس الدولة بتحاول توفر على حضراتكم الفلوس اللي كانت بتطحن الاسر المصرية ما تخلوش حد يبتزوكو ما تخلوش حد يبتزوكو انتو مش محتاجين تدفعوا لا درس واحنا بنقولكو ما تدفعوش لا درس ولا مشروع الطفل قادر لا تفترض فيه عدم القدرة واذا كان الطفل عنده مشكلة دي وظيفتنا ان احنا نساعده وهنساعده واحنا عاوزين نعرف المشكلة عشان نعرف نحلها بس في كل الاحوال ده مقبول بالنسبة لنا عن انك تغشه او تجيبهله باي شكل اخر او ما تعملوش خالص فأتمنى ان يكون موضوع الابحاث واضح الاسئلة المقررة جدا الهامشية جدا اللي بعيدة عن فلسفة الموضوع احنا هنكتب 500 كلمة طب علامة الاستفهام بتتعده يعني يا جماعة كفاية الكلام ده والنبي كفاية خلونا نهتم بصلب الموضوع لو سمحتوا محدش بيتكلم على صلب الموضوع عارفين بقى الحجج دي حجج اللي مش عاوز يعمله قلنا مش عاوزين كمال وما بنعملش فسال الدكتوراه احنا عارفين انه بنكلم طفل في ربعة ابتدائية سيبوا يعمل الفصلة ويعمل علامة الاستفهام من 500 يطلعوا 600 يطلعوا 455 مش فرقة بس نوفر الجدل ده كله ونسيبهم يشتغلوا احنا عاملين لهم دوشة كبيرة جدا احنا كان نفسنا نتعامل مع الاطفال مباشرة عشان كده قلتلكم احنا مش عاملينه مشروه ده الاولياء الامور نعملينه الاطفال ولهذا الهدف بس بنعرف اولياء الامور الهدف وشان نشتغله معنا في الاخر لا يمكن نرضي جميع الناس ومش كل الناس عاوزة نفس الحاجة فيه ناس جاية تتعلم وفيه ناس مش جاية تتعلم بس احنا بنقول اللي مش جاية تتعلم لو امكن ما يضرش بفرصة زميله اللي عاوز يتعلم وليست العدالة انه تعطى كل الادوات لحد ما عندوش الرغبة هنحاول نولد الرغبة ونتمنع ولياء الامور يولدوا الرغبة ولكن يعني مش معقول نصل بطلبات كما لو كان الناس فيه ناس عاوزة الوزارة تديها شهادة بيضة طملة فيها هي اللي هي عاوزة ده كلام لا يصح في أي بلد في العالم فبالتالي احنا ما قلناش المنهج ماكملش على فكرة نسينا الحكاية دي وعملنا كل حاجة خلاص احنا ما نقدرش ندي اكتر من كده من غير ما نهدر التعليم ككل وبالتالي اتمنى نتوقف عن هذا الكلام لان موضوع الابحاث والمشروعات بالنسبة لنا امر منتهي ابحاث لها معاد مش هنتكلم على طريقة تسليمها قبل واحد مايو وبالتالي فلما كف عن هذا السؤال وعدد اللي هيشتغلوا في المشروع من واحد لخمسة اي رقم بينهم سليم ما نسألوش تاني بقى كل واحد لوحده وبعدين لغة البحث يعني انا بتعجب فيه ناس في مدارس لغات ويطلبوا ان البحث بقى باللغة العربية حاجة غريبة جدا طب دخلت مدخلت لغات ليه ولا عشان البحث بتبع بالعربي نفهم يا جماعة لغة البحث مش هي برضو صلب الموضوع على فكرة عشان ما تقعاش وقت البحث بلغة الدراسة في المدرسة والبحث متعدد تخصصات فيه جزء منه بيقيس كفاقتك في اللغة العربية وفيه جزء بيقيس كفاقتك في اللغة الإنجليزية فلو انا بدرس في مدرسة إنجليزي هكتب الرياضيات ما يتوافق مع رياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية بس فيه مقطع مطلوب منه هكتبه باللغة العربية ده هكتبه باللغة العربية هيبقى البحث في لغتين والعكس صحيح لو انا في مدرسة حكومية عربية هكتب باللغة العربية بس في حتة بتقول لي اكتب دابل انجليزي وانتهى موضوع اللغة وبرضو مش هو مربط الفرس مربط الفرس هو أن نترك الطفل يتعلم ويحاول ويبحث بقدراته اللي احنا قبلنا عشان نعرف منها نساعده ازاي السنة لبعديها ده كل المطلوب فالموضوع بسيط ومش محتاج نتكلم فيه اكتر من كده حضراتكم سمعته طبعا ان الجامعات اقرت موضوع المشروعات لجميع السنوات النقل وبالتالي احنا دلوقتي بنعد الولاد من سن زغير على ما هو قادم والجامعات اقار التعليم عن بعض بنحضرهم برضو لهذا النهاردة احنا مطلعين 1288 مشروع للتعليم الفني تعليم الفني فيه اكتر من 200 تخصص وعدد المشروعات اللي فيه هائلة فتا برضو معمول فنرجع نروح لموضوع السنوية العامة موضوع السنوية العامة هي الامتحان الوحيد اللي بالقانون مكتوب فيه انه لازم يكون بشكل معين وفي توقيت معين وبمواصفات معينة ما نقدرش نخل بهذا القانون ولمن يطالب بان المواد اللي مش دفلة في المجموع تتشال من الامتحانات الاجابة لن نستطيع هذا ولن نكف عن هذا الطلب لاني رديت القانون يحتم علينا اجراء هذه الامتحانات وطبعا بنقول ايه اذا امرت ان تطع فأمر بالمستطع فاعتقد اني رديت دلوقتي على السؤال السنوية العامة قرار وجود الطلبة في لجان قرار الدولة مش قرار وزارة تربية والتعليم فقط خصوصا في الظروف الاستثنائية اللي احنا فيها وبالتالي موعد الامتحان كما هو مش عشان الدولة غير حريصة على صحة الولاد اللي بيقولوا صحاتنا اهم طبعا صحاتنا اهم ولكن احنا فخورين ان في مصر قدرنا نحافظ لكل ولادكو على سنة من عمرهم مداش يعني الحد الادنى من المهارات التعليمية اللي نقدر نحافظ عليها عشان مداش منهم سنوات اخرى في المستقبل الناس اللي بتطلب الطلبات دي عمرها ما بتقول لنا البدائل وما ينفعش ان كل واحد يقول البديل اللي على كيفه وبالتالي الموضوع ده قتل بحسا من الخبراء ومن الاجهزة الامنية والاجهزة السيادية ومن مجلس الوزراء ومن الدولة باكملها الدولة لما تقول هتعقد السنوات العامة هي عارفة هتأمنها ازاي صحيا وعارفة كل البدائل وما يعود على المراقبين وعلى الاداريين وعلى كل حاجة فاطمئنه الى هذا وموعد امتحان السنوات العامة في الاسبوع الاول من شهر ستة ونتوقع انه في هذا التوقيت يكون يمكن الحظر كله تشال ويكون المدارس رجعت كمان فبالتالي لا نستبق الاحداث لانه ان شاء الله ان شاء الله يجيبش حاجة وحشة كل ده ما يبقاش حتى مدعاء للقلق تأجيل هذا الامتحان بالتحديد اللي مالوش بدائل لانه ما كانش فيه ترمى اول ما كانش فيه حاجة نحسب عليها الدرجات هيحطنا في موقف زي اللي محطوط فيه المدارس الدولية لما تلغى السات وتلغى الاي جي احنا مش عاوضين نبقى في الموقف ده مش عاوضين معرض سبعمائة الف واحد لضياع مستقبلهم كمان طبعا هنعمل كل الاحتياطات علشان نحافز عليهم فالناس اللي بتقول لنا كده معلش احنا مواطنين مصريين كلنا وعارفين وبنمزل الشارع بنشوف عدد العربيات وعدد الناس اللي في السوبر ماركت دول اوكي والسنوية عامة هيا اللي فيها مشكلة لا يعني احنا بنخرج وبنروح وبنيجي وبنروح الشواطئ وبنروح الجنائل وبنمشي عالكباري وبنروح الاسواق وبالتالي الاقتصار بتاع الخوف من الكورونا على السنوية العامة يعني صعب تقبله بديل او تحريك السنوية العامة اللي وراها دور تاني وراها تظلمات وراها كذا مرحلة للتنسيق يخل بالمنظومة التعليمية كلها وبالتالي في ضوء المتوفر لدينا كدولة المعاد فيه معاده وما نقدرش نشيل المواد الخارجة من المجموع والجدول المعلن هو اللي هنمشي عليه واعتقد حان الوقت ان احنا نركز في الموضوع سواء كان المشروعات في سنوات النقل او التحضير بالامتحانات الالكترونية لو انا في قولة او تالي سنوية او السنوية العامة بدلا من عملية الفصال المستمر ان احنا نفضل نعلي سقف الطلبات في حدود لا نستطيع تجوزها لا في التعليم قبل الجميع ولا في التعليم العالي وبالتالي الوضع النهائي احنا شرحنا رحلة التعليم المستهدفة دلوقتي وبعدين هدفها ايه؟ هدفها ليس درجات وليس نجاح اوتوماتيك وليس نجاح بشراء ابحاث وليس نجاح بشراء اعمال سنة ولا بدروس خصوصية وانما نجاح لما انا اتأهل بالمهارة اللي مفروض اعرف ده مش حاجة الدولة بتأزين بها بالعكس دي حاجة الدولة بتديها لنهدية وصرفت في سبيلها الكسير عشان كده في مكتبة رقمية وعشان كده في امتحانات بتاخد مليون طالب مع بعض وعشان كده في منصة الكترونية عليها عشرين مليون طالب وعشان كده في منصة بس مباشر معمولة يوميا للمراجعة وعشان كده في قناتين تعليميتين وعشان كده في كل التسهيلات اللي الدولة بتقدمها مش معقول بعد كل ده اروح قايل طب وليه مبالاش ده خالص مبالاش منه لو انا وصلت للمرحلة دي كإني بقول انا مش عاوز اتعلم انا عاوز شهادة احنا كدولة ما نقدرش نختم على ورقة بتقول كده وبالتالي كل بنقوله يا جماعة اللي جاي لنا لازم يكون عاوز لتعلم بس لما وصل اني اطلب انجح بلا جهد ده شيء له تربوي وله تعليمي ولا نستطيع نتحمل مسئوليته واعتقد انه ليس من اللائق اصارته من الاساس العلم ما بيتقسمش ترمة اول وترمة تاني العلم ما بيتقسمش ده داخل في الامتحان المشتفى في الامتحان العلم هو العلم وبالتالي عاوزين نوصل لمرحلة تانية من الحوار احنا بنحط كل الادوات والدولة بتصرف كتير جدا والسادة المعلمين بتعبوا جدا والاداريين بتعبوا جدا وراء اللي حضراتكم شايفينه ده جهد مئات الالاف من البشر فناخدوا بجدية ونشكرهم عليه ونعمل المشروعات لانها ابسط شيء كان ممكن تقديمه رغم قيمته العلمية كمان انما ابسط شيء على الاطلاق ولا يستحق هذا الجدل ولا الخوف ولا عاوز اوليها الامور تخاف ولا تدفع مليم واحد وهتشوفوا ولادكو تفرحوا بيهم وينتقلوا للصف الاعلى ولكن التحايل على ده هو من حقنا في الحالة دي ان احنا نعرف مين عاوز تعلم مين مش عاوز مين تقاهل ومين ما تقاهلش من باب العدالة كمان لما نجتهد ولتحقيق تكافؤ الفرص وبالتالي اللي مش هيعمل البحث ويستجيب لإشاعات يستجيب لتحريد يستجيب لأي شيء هو مسؤول عن قراره بس هياخد دور تاني مش هنحسب له نمر الترمي الأولين ولو تاني سنوي اللي بتتعمل من البيت وبتتعمل في ظروف سهلة جدا 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 وعلى المنهج للحد 15 مارس ما فيش أحسن من كده وما بتتصلحش بدرجات بتتصلح بما يشبه التقديرات برضو كل ده عشان نساعده يتحسن المرة لبعديها والسنوية العامة حفاظا على مستقبل الأولاد هتتعمل برضو في معادها بإذن الله باحتياطات كافية لميبقاش الأهالي عندهم أي قلقة هل بنعملها كأن ولادنا هم اللي فيها كل من يعمل عليها وبالتالي اطمئنه إلى هذا ده يعني محاولة لشرح كثير من الأشياء اللي كانت مصار حديث في هذه الأيام عدراتكم شايفين طبعا استخدام مكسف للشائعات استخدام مكسف لأضايا أضايا من نوع جديد أضايا بتطرفها على فيسبوك مش عشان فيه فحول القضية لأ عشان نتشهر وعشان نعمل بلبلة لازم نبقى وعيين لهذه المحاولات نفس المحاولات دي تمت من سنة لما استخدمنا الشبكات والتابلت فيه ناس كتير ما يهمهاش إن مصر تتطور ولا إن ولادكو يتعلموا تعليم كويس ولا إن احنا نخلص من مشاكلنا فعشان كده كل مرة هناخد خطوة قدام هنشوف ده وده بيزدهر كل مرة بنقدم على خطوة للأمام ياريت نبقى فلنا ايد واحدة زي ما سيابت الرئيس بيقول نبقى وعيين جدا للإشعات اللي بتيجي كل يوم الصبح مش لازم تسألونا ولا حاجة لو بصيتوا في صفحة الوزارة أو صفحتي ما لقتوش الكلام ده يبقى هو إشعى مش محتاجة سؤال يعني لا في حاجة من دي تغيرت ولا تلغت ولا بنفكر نلغيها ولا هنغير اللي سمعتوك كده للشهر اللي فات فياريت نوفر جهدنا للعمل والتشجيع الولاد لأن أعتقد الدوشة المحيطة بهم مش مساعدهم على التركيز وبرضو كل سنواته طيبين وإن شاء الله فترة دي تعدي بخير ونفتكرها أنها كانت فترة قفز فيها التعليم المصري قفزة جبيرة جدا انشاء الله توسيت نگميانو تزبهولكي